السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحلقة النهاردة بتاعة رامس جلال كانت مع محمد هنالي وبصراحة هي كانت الحلقة جميلة جدا واكتر حاجة عجبتني في الحلقة ان فيها استنتاجات انا استنتاجتها بناء على علم الفراسة لو انت متعرفش ايه هو علم الفراسة ببساطة شديدة وجهك الملامح اللي فيه بتتغير كل شوية بناء على صفاتك فبالتالي علم الفراسة هو دراسة او علم الهدف منه التعرف على صفات الشخصية بناء على ملامح الوجه فمن المعروف ان الحلقات بتاعة رامس جلال ودي انا كنت اتكلمت فيها قبل كده وناس كتير اتكلمت فيها قبل كده ان ساعات الضيوف بيكونوا عارفين ان ده مقلب بس المقلب شكله ايه ومين اللي هيتعامل مع المقلب دي معلومة ما بيكونوش عارفينها وفي بعض الناس بيتعامل فيهم المقلب بجد من الالف لليا والنهاردة انا لاحظت ان محمد هنيدي كان بيتحكم في اعصابه بطريقة قوية جدا فهل فعلا شخصيته فيها حتة التحكم في الاعصاب ولا هو عارف ان ده مقلب فبالتالي كان بيتحكم في اعصابه علشان عارف ان فيه كاميرات بتصوره هو ده اللي احنا هنعرفه بعد تحليل محمد هنيدي بس طبعا قبل ما نبدأ الفيديو ياريت ما تنسيش لايكاتك المتينة بسيش انت تشترك القناة وتفعل زرار الجرس ويلا بينا مبدأين كده لما هنيجي نحلل شخصية محمد هنيدي نمسك صفة صفة كده ونشوف ايه الدنيا اولا هو ثقة في نفسه طبعا عالية جدا جدا زي ما انتو شايفين بسبب طبعا اتجابها عريضة كمان الخطوط الاشعاعية اللي موجودة كان في حد سألني عليها تعرف ازاي الشخص الكوميدي او الفكاهي تعرفه من الخطوط الاشعاعية اللي هي اللي انا معلم عليها دي كمان لو بصيت على عينه وهي دي بقى الحتة اللي انا لاحظتها بص يا صديق العزيز العين الشمال اللي هي لها علاقة بالعاطفة وامراتك واصدقائك والكلام ده كله الزاوية الخارجية للعين والزاوية الداخلية تقريبا على مستوى واحد فدي سيبك منها لكن العين اليمين اللي هي لها علاقة بالشغل او بالعمل وهو هنا كفنان فليها علاقة بالتمثيل بتاعه هتلاقي ان الزاوية الداخلية للعين اعلى من الزاوية الخارجية فبالتالي الشخص ده بيلاحظ السلبيات سواء السلبيات اللي حواليه أو السلبيات اللي موجودة فيه هو شخصيا فأنا بناء على ده استنتجة القاتي هو عارف إن ده مقلب وعارف إنه هو بيتصور فبالتالي هو يقدر يلاحظ السلبيات بتاعته ويحاول بقدر الإمكان إنه هو يتفاداها علشان الناس ما تشوفهاش وواضحة الجزئية دي فبالتالي هو هنا هيحاول يتحكم في أعصابه علشان منظره في البرنامج أو منظره في التلفزيون فبالتالي محمد هنيدي كان عارف إن ده مقلب والفيلم اللي إحنا شوفناه ده كانت تمثيلية ولكن مش تمثيلية بنسبة 100% ولكن هي تمثيلية نكمل بقى بقية التحليل لو جيت بسيط على الشفة الفؤانية وعلى فكرة ده هيدعم اللي أنا بقوله دلوقتي هتلاقي الشفة الفؤانية رفاعة إذن الشخص ده ما بيحبش الكلام على قد ما بيحب الفعل أنا أنا بتفرج على الحلقة بتاعت رامز كنت قاعد عمال بكلم مع أمراضي بقول لها لو خدتوا بالكم رامز كان مستفز جدا وهم ركبين السيميلياتور عمال بيرمي نفسه عليه كده وبيغبطه أنا بقول لها أنا لو مكان محمد هنيدي هتديله بالبوكس في وشه بصراحة لأنه فعلا حاجة مستفزة أنا كشخصتي بعد ما أعرف إن ده رامز جلال مش هعمل معاه حاجة وخلاص هنسى كل اللي حصل لكن في ساعتها لا أنا هتنرفس جدا فشخص بالمواصفات دي كمان غير اللي أنا كنت بقوله في الأول الشفة بتاعته بتبقى رفاعة الشخص ده بيتحرك أكتر من ما بيتكلم طبعا التمثيل محتاج إن انت تتكلم فيه دي قصة تاني ده شغل أنا بتكلم على الحياة العملية الحياة الشخصية بتاعته فكل الكلام ده يدعم إن ده لو ما كانش مقلب أو هو عارف إن ده مقلب لأ كان هيتصرف بطريقة مختلفة تماما عن اللي احنا شفناها في الحلقة النقطة التانية طبعا لو بصيت عن مناخير بتاعته هتلاقي الفتحات المناخير تقريبا إن هي واسعة وبعيدة عن بعض فبالتالي قراراته من دماغه تماما يعني ما بيستشيرش حد ولو استشار حد بيبقى تحصيل حاصل زي ما اتفقنا نلغي كده الصورة دي ونشوف صورة تاني تعالوا للصورة القديمة لإن ده شكله الحقيقي هو طبعا الشعر ده أكيد بروكة أو زرع شعر آن كان يعني هتلاقي هنا برضو حتة استنتاجات سريعة الجزئية اللي راجع وراء دي وفي نفس الوقت عنده طولة بال وصبر رهيب على الحاجة اللي هو بيعملها هو ما يعتبرش شخص طموح قوي على فكرة هتلاقي مناخيره صغيرة فهو بيمر بتقالبات مالية وبيحب يعيش اللحظة أكأنها أحلى لحظة في حياته يعني بيستمتع بحياته لو بصيت على عينه يعني ما تعتبرش حذرة ولا صريحة بين البنين طبعا الودان هنا عنده قدرة على جذب المال موجود عنده خصوصية ولكن بسيطة برضو شحمة الأذن هنا هتلاقيها كبيرة شوية فبالتالي هتلاقي ان هو بيحتم بتأمين مستقبله الشفافة التحتنية يعني وسطية فبالتالي هو كريم جدا مع الناس اللي هو بيحبهم ولكن الناس اللي هو ما بيحبهمش هتلاقيه مش كريم معاهم هيبقى بخيل نمسح الكلام ده عشان احنا لغبطنا وش الراجل خالص ونجيب صورة تاني طبعا هو الجابهة عنده عالية دي كانت واضحة جدا لما كان شعره في الوضع الاولاني قبل البروكة او تركيب الشعر اللي هو عامله ده فهو المدى الفكري عنده عالي شخص بيفكر كتير جدا بيعمل ملحبة قبة من كتر التفكير ممكن يكون ما بينامشي بسهولة الحواجب يعني تعتبر بعيد عن بعض شوية فهو بيركز على الإيجابيات اكتر من السلبيات تمام طبعا المسافة دي واسعة اللي هي من المناخير اللي هنا فبالتالي هو ما عندهش مشكلة ان هو يسخر من نفسه ما فيش اي مشكلة بده وده بيبان طبعا في الافلام يعني ان هو ساعات كتير جدا بيتكلم على اساس ان هو قصير وتاعه فبيترق على نفسه كتير يعني لو جيت بسيطعة ده انا هتلاقيها واخده الشكل اللي هو البيضاوي فبالتالي ده شخص بيتقبل الناس يعني حتة العصبية تعتبر موجودة عنده شوية وحتة السيطرة هو كده كده الثقة في نفسه عالية جدا اللي هي الثقة اللي بين الفطرة عشان عرض الجابها زي ما اتفقنا فبالتالي هو بيحب يتعامل مع الناس هو بيحب المواجهة بيحب الاسرار والتحدي الحاجات دي كلها يعني طبعا الحاجات دي كلها تخلي الشخص ده ناجح لو الظروف سعدته طبعا في ده كمان المسامحة عنده على فكرة برضو عالية لو بصيت على المسافة اللي بين العين مسافة جبيرة اللي هو ينفع ان انت تحط عين تالتة في النص دي الطريقة اللي احنا بنحسب بها المسافة بين العين عشان انت ما تحسبهاش كده وخلاص لا دي بعيدة لا دي قريبة تقدر تحط عين نفس المقاس نفس المقاس بتاع العين لو تقدر تحط واحدة اكتالتة في النص بنفس المقاس باء اذا المسافة بعيدة فاذا ده شخص متسامح انا شايف طبعا محمد هنيدي هنا هو شخص متسامح يعني لو في مشكلة حصلت بينه بين فنان من الفنانين في يوم الايام لقيت في برنامج بيتكلم عن حاجة زي كده هتلاقي ده من بيتكلم ان ايه مثلا انا معرفش هو زعل مني ليه هو زعل بسبب ان حاجة انا مقصدهاش وما كانتش مستهلا يعني فاهم الجو ده لان تركيزه بيبقى قليل جدا بالنسبة للمشاكل اللي هو بيعملها في الناس وفي نفس الوقت العكس صحيح لو في حد عمل معه مشكلة هو ما بياخدش باله عشان كده هو بيبقى متسامح ولو حد زعله طبعا باقل كلمة ممكن تراضيه وقصة تخلص وبس الده كان تحليل سريع يا رب يكون الفيديو عجبكم ومتستاش تعمل لايك لو ما كنتش عملت لايك في اول فيديو وتشترك في القناة وبس سلام اشتركوا في القناة